طيب فيه شباب كتير بيرفض أن هو يعمل حاجات تطوعية تنصحهم بإيه؟ يعني ساعد بيقولوا أنه هستفيد إيه لما أنا عمل حاجات دي طيب أنا أول مبادئة الجروب يعني بشكل كبير الناس كانت دايما تشوف إذا أكيد فيه مصلحة جاي من هنا أو فيه حاجة جاي من هنا دايما الناس اللي بتعمل عمل خيري أو حاجة بشكل كبير بتقدم محتوى مفيد الناس دي بيكون عندها برضو مشكلة أو عندها يعني الناس برضو بتقدم محتوى الناس بتشوف إنه هو فيديو دقتين أو فيديو تلت دقايق بس الناس دي بتتعب يعني أنت عشان تقدر تعمل سيرج أو البوست اللي انت شايفه أو أنا كتب سكريبت كامل أو حاجة دي كلها شايفها بيكون نفسه يعني حتى دعم الناس اللايك والكومنت اللي هم بيقولوا يا جماعة ممكن تعمل لنا سسكرايب هنا أو كعلي حاجات دي بتفرق معهم ليه بتفرق معهم اللي هو يعني هو ده بالنسبة له المرضود اللي بيشوف طب أنا شغلي مناسب للناس دي فأنا مما جينا عملنا الجروب كان هدفي الناس دي تكمل أنا مما كان هدفي الناس دي كان عندها مشكلة اللي هو هعمل منتاج أنا بقعد على الفيديو كتير طب أنا بعمل سكريبت طب أنا بعمل حاجة أنا كان نفسي اللي أنا زي يكون حلقية يعني زي الكشافة جيبي اللي بيقدم محتوى هنا أحطه مع الشخص اللي نفسها تتعلم فحط الاتنين مع بعض فده يلاقي نفسه اللي هو بياخد تشجيع فيقدر مكمل لأطول مدى ممكن وساعات ظروف الحياة بيكون مختلفة فيه ناس بتيجي تقدم محتوى بيكون عندها هدف معين أنا الفترة معينة بقدم محتوى add value بكون جمهوري بعد كده بيتجه لناحية تانية يقول لك خلاص لا أنا دلوقتي فيه حاجات بتبقى من نسبة لي دي بيد مدفوعة وفيه حاجات التطوع دي بتبقى من نسبة لي تطوع فالناس زيما اللي بتعمل عمل تطوعي أو بتعمل حاجة بنسميها بتقدم محتوى مفيد الناس زيما بتتبعها عشان خاطر اللي هي بتقدم value فالناس دي كتير بس هالفكرة كلها المحتوى المفيد ما بيلاقيش تفاعل بشكل كبير من الناس بمعنى إيه اللي هو يعني الناس ممكن تنتقد زاهرة صلبية في حد تاني بيقدم محتوى على قناة يوتيوب وقاعدة ده حد بيعمل غدا وأنا عملت غدا الحماتي كذا فالناس ممكن تكون شايفة ده فيك بس احنا اللي بنيديهم يعني بنعمل عليهم فوكس فبيشيهم الناس التانية برضو تبقى شايفة اللي هي مما بتيجي تقدم content مفيد اللي هي عندها حق اللي هي برضو نفسها تتشاف نفسها الناس تتفاعل معها نفسها الصحافة أو مثلا زي برنامج حضرتك كده بتجيب نمازج على السوشيال ميديا فبتقدر الناس بتظهر فهيحس اللي هو بيعمل حاجة زو قيمة الناس دي لو بتحس بس اللي هي بتاخد 5% من الحاجات اللي الناس التانية بتاخدها هينبستوا بإددان وهيكملوا وهيكملوا بس دايما الناس بتقدم محتوى مفيد بيكونوا موجودين بشكل كبير على السوشيال ميديا الناس دي يعني دايما بيتعاملوا بإذن يعني أنا بشوفهم بشكل كبير الناس دي بيكون عندها ad value لآخر النفس والناس دي بتبقى معروفة يعني بشكل كبير بتبقى معروفة في التعامل بتبقى معروفة في نقل المعلومة بتبقى معروفة في الرد على رسائل أو كومنتات بتاعت الناس بشكل كبير فيعني السوشيال ميديا بتبقى إنجاز لناس معينة وهي اللي بتظهر الناس وباشدون في شوف نايم نفسها الناس مثلا ما بتيجي تقدم محتوى الناس بتشوفها اللي هو بيبقى الجمهور اللي هو يعني كان سبب اللي هو يظهر أو هو لي حق عليه أنا النهاردة لازم أشكر أي حد كان قدم فقرة أي حد عضو كان بيشارك في كومنت ده حقهم أنا من غير الناس دي ما كنتش أقدر أعمل حاجة دايما يعني رسول صلى الله عليه وسلم الخير في أمتي إلى يوم الدين الخير كده كده دايما موجود وحديث كتير دايما يعني إحنا بنحاول نذكر الناس بالحاجات دي كلها دايما أنسست قدر تبتدي